منو يقدر يقوللي شنو normal range شقد يساوي لك normal range طبعا انتبهوا الارقام اللي راح اكتبها ماكو مصادر كاتبتلك اياها بالتحديد كل مصدر كاتبلك اياها بطريقته لكن اكو معدل ماشي عليه وان اختاريت الصراحة ارقام اللي تكتبوها كلها صح تمام من 150 الف الى 400 الف على من هذا الرقم اللي راح ناخده قلت لكم اكو هوايا اختلاف بالارقام عادي راح تشوف في غير مصادر بارقام ثاني بس ماكو مشكلة فكرة صارت واضحة طيب اش وقت نقدر نعتبرها قلة بالصفائح الدموية او تمام شوكت نقدر نعتبرها قلة بالصفائح الدموية اذا كان العدد هذا افلس دان 100 اذا اقل من 100 و 50 الف فهذا يعتبر يساوي لك ثرومبو انت يا اميرة انت كتبتها صح بس هذي مو انه هي هنانا نقدر نعتبرها قلة هذي شغلة هست راح اذكرها اللي هي خمسين الف ثرومبو سايتو بيني واذا اكو ناس داخلة جديد على المحاضرة او داخلين يعني شوية ماعدهم خلفية كثيرة بالمصطلحات ثرومبو يعني بلايتلت يعني صفائح دموية وسايت خلية وهي طبعا ليست خلائي لكن خلاص ماش علي لفظ الخلية يعني صفائح دموية وبينيا تعني باللاتيني قلة اذا ردنا نقول زيادة راح يكون العكس اسمه ثرومبو سايتوسيز زيادة اهنا ذا تكلم على القلة ثرومبو سايتو بيني طيب هذا بالنسبة بشكل عام اقل من 150 هو ثرومبو سايتو بينيا لكن هي ليست حالة واحدة كل ما قل العدد كل مصار اخطر كل مصاد الحالة اخطر من خمسين الف الى مئت الف نسمي هاي الحالة مودريت تمام واذا صارت اقل تمام اذا اقل من خمسين الف مثل ما ذكرت اميرة تمام صح في هذه الحالة نقدر نعتبرها سفير هذه الحالة نعتبرها سفير ثرومبو سايتو بيني واضح الفكرة هذي فمن خمسين مودريت واذا اكثر يعني نقصت اكثر من خمسين الف صارت اربعين الف ثلاثين الف عشرين الف هذي تعتبر سفير ثرومبو سايتو بيني يعني شديدة جدا طيب خلي نسألكم سؤال ونشوف في النساء الحوامل عدد البليت ليكون اكثر ولا اقل وقعت بالفخ لور لور لس عافية في النساء الحوامل يتكون عدد السفيرها الدموية اقل من المعدل هاي يعني مقلل جدا لا اقل من المعدل العام للنساء وهذا يعني طبعا الفكرة وايضا يصير عندك نزيف اكثر اذا صرت اقل من عشر تالاف فنزيف حاد جدا راح يصير عندك تمام طيب انا ما راح اكتب السائل معلومات هاي اضافية اضافتها راح اكتب هنا معلومة مهمة الشون نحنا نقدر نقيس بالمختبر نقدر نقيس بالمختبر فترة عمل الصفائح الدموية عدنا تمام عدنا طبعا واي يا خليل لانه البلازما عند المرأة يعني الدم حجم الدم عند المرأة الحامل يكون اكثر من المرأة العادية وبالتالي شوية راح يصير عندك تخفيف للدم فتقل نسبيا صفائح دموية لكن ليست هي قلة بمعنى انه هي قلة حقيقية وتأثر الى مرض تمام يعني دموية الفتر أضافية النصف لانه في مرض المرة المرة طوال فترة النزيف شنو هذي فترة النزيف هذا معيار نستخدمه للصفائح الدموية اللي هو شنو هذا يعني فحص بربري يعني شون يا دكتور فحص بربري يعني جيب المريض واقطع يعني مو تقطع يعني قصدين وتعمل جرح وتشوف هذا بالمختبرات بالمحاضر يعرفون هذي الأفكار تمام تعمل جرح هذا الجرح لما تعمل تنتظر عليه تشوف شقد وينسد الجرح كلما كان الزمن أطول وهذه قاعدة بعوامل التخثر كلما الزمن صار أطول معنات هذا الشي أسوأ مو أحسن كلما أخذت أكثر فترة على مو تتخثر يعني معناها عندك ضعف أو قلة في التخثر سواء كان من عوامل التخثر أو من مشاكل الصفائح الدموية لبليتلت فاليقيس الصفائح الدموية هو عافية عليك من شحمة الأذن يسوه صح 100% طبعاك مناطق ثاني يستخدموها لكن الشغل الأكثر شاعه وما في شحمة الأذن يستخدموها ويقطعون ويشوفون الوقت اللي رح ياخذ المريض حتى يصير عنده أنه ينسد أو يصير عنده توقف وبالتالي عرفون البليدينغ تايم فهذه يذكرو بي تي طبعا بي تي رمزة هذا هنانا الآن شوية مختلف عليه هسه هنانا أكو ناس تقول لك من واحد إلى أربعة وأكو ناس تقول لك من اثنين إلى تسعة وأكو ناس تقول لك من اثنين إلى عشرة هذا يختلف حسب المكان اللي أنت تسوي به جرح وبعد حسب المعايير وبيها قصة طويلة أنا ما راح أدخل بيها بشكل عام أنا ما أخذ رينج يعني أنا يجوز أحد يعترض علي الآن على متكتبة هذا الرقم لكن أنا ما أخذ رينج حسب اللي كتب ما أخذ رينج معين ما أقول لك هو هذا أصح رينج لكن إنه مختلف باللابات فما راح أعتبر هاي اللاب هي أصح شي وأني محاضرتي مو على اللاب فقط قلت لك حتى أكتب لك رينج معين تعرف وتقريبا من اثنين إلى عشرة منت وقلت لكم أكو ناس تقول لي من اثنين إلى سبعة ما راح أقول لكم أنتو خطأ حسب المعايير لكن إحنا ناخذ إلما يكون يعني مثلا 15 20 تصور واضح هيكون إنه صار عندك أنت بذاك الوقت يعني واضح أنت زاد عندك وقت التخث فبشكل عام من اثنين إلى عشرة دقائق هذا البليدينج تايم فلما يزيد البليدينج تايم يعني عندك مشكلة بالبليد بس انتبه واحدة البليدينج تايم عمره ما راح يفيدك ليش مو أنت على عرفت البليدينج تايم طيب ممكن أنت عندك مشكلة بر سبترات من التلتسق ممكن المريض ناخذ أدوية ممكن صار عندك قلة بي الصفائح الدموية طيب انت كيف راح تميز شنو اللي راح يميزك أيضا مع البليدينج تايم لازم تسوي فحص ثاني اسمه بليتليت كاونت اسمه بليتليت كاونت تمام اللي هو عدد الصفائح الدموية بليتليت كاونت اللي ذكرته بالبداية تمام اللي ذكرته بالبداية من 150 ألف إلى 400 ألف هذا العدد فإذا شفت أنت الآن صار عندك قلة بالعدد قلة إلى دلائق المعينة راح نجي الآن نشوفه مع بارا فنذكر البليدينج تايم والبليتليت كاونت أو عدد الصفائح الدموية إضافة إلى ذلك تضطر في بعض الأحيان تسوي فحوصات ثانية منها البي تي والبي تي تي أو الاي بي تي تي هذول الاثنين البروثرومبين والبارشل والثرومبوبلاستين تايم هذول الاثنين خاصين بعوامل التخثر هذول الاثنين خاصين بعوامل التخثر وبالتالي ما لهم علاقة بالبليتليت لكن تفيدك حتى تعرف المشكلة بالبليتليت لو أيضا وياها مشاكل بعوامل التخثر لما دي صر عندك نزيف فمرات تحتاج أن تتعرف على هذه العوامل أيضا طبعا البروثرومبين تايم والبارشل ثرومبوبلاستين تايم هذول الاثنين واحد مسؤول عن الاكسترينسيك فاكترز يعني عامل رقم سبعة ثلاثة وغيرهم وواحد مسؤول عن الاكسترينسيك فاكتر عامل رقم ثمانية وداعش واثناعش غيرهم هذول إذا تدرسهم بالتفصيل تقدر ترجع عندي فيديو عني شارح بالتفصيل فما راح أخذ عليهم مقت اليوم لكن نذكر هذول خاصين بعوامل التغثر بالنسبة لبلتلت البليدينج تايم والبلتلت كاونت أو عدد الصفايحات الدموية هذول الثنين نتذكرهم وقدت لك هذا نحتاج في بعض الحالات اللي ممكن اليوم راح أطرق لها فواضحة هذي تمام والPTT من 25 إلى 36 تمام فهذي يعني بالنسبة لهذه الحالات حتى تعرفوها طيب هستسجلوا هذي أظن ببالكم حتى نروح للجدول اللي راح يحلك مشاكل كثيرة واللي ريتكم يتركزون به وتشيبون قهوة إذا عندك قهوة يعني جايب قهوة وإذا جايب شاي شرب لك شاي وإذا أصلا أنت لا جايب قهوة ولا شاي بجيب لك مي وشرب يعني ما عند تب كيف مع تمام يعني قصدي أنو ريتكم متركزون ورا حمسح الآن هذا الجدول تمام هس الآن نجي ونكمل ونكتب هذا الجدول المهم اللي هو أنا هذا الشرح كل حتى نوصل إلي وبعد نوصل لأمراض طيب نجي نقول عندك الثرومبو ثرومبوسايتو بيني ثرومبوسايتو بيني لقلت الصفائح الدموية شنو أسباب قلت الصفائح الدموية وهذا الجدول رح يختصر لك الموضوع شنو أسباب الثرومبوسايتو بيني أو قلت الصفائح الدموية نجي نسوي المخطط أول مشكلة حتى يصير عندك ثرومبوسايتو بيني منو يعرف شنو اللي يصير عندك أنا أريدكم تتحشوليها جانيرال لا ما تحشيلي أمراض حشيليها بالجانيرال لما أنا يقول لك عندك قل في الشي عندك منتج قل المنتج هذا مثلا عندك سيارات يلا سيارات يا سيارة تحبون انتو ماك واحد يكتب لي ولا سيارة على كل طيب مرسيدس تمام خليها مرسيدس يلا قلت سيارات مرسيدس ليش أول شغلة تفكر بيها وين عفيا يا جمال عفيا عليكم تفكر بالبون مارو مشكلة بالبون مارو هي أول مكان ممكن يأدي لك إلى القلة اللي هي نسميها قلة في البرودكشن قلة في الانتاج خللي نكتبها قلة في البرودكشن قلة في البرودكشن تمام هسه 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 مش مش الهيموليتك أنا ما قلت الهيموليتك أليميا أمرو تمام أنا ما قلت الهيموليتك أليميا قلت لك فقط في اللي تتكلم على البون مارو قلة في البرودكشن قلة في البرودكشن قلة في البرودكشن في التصنيع في الانتاج وهذي قلة البرودكشن تمام قلة البرودكشن يأما تصير انتبهوا عليها لما قلقك قلة في الانتاج يأما عندك انت insufficient يأما تنقسم يأما عندك insufficient انتبهوا عليها insufficient erythropoies يأما عندك insufficient insufficient erythropoies او عندك bone marrow deficiency شنو اقصد بbone marrow deficiency كتبوا هاي الحالات المهمة اللي تأديلك الى قلة في البون مارو او دمار في البون مارو اللي هي بلاستيك انيمية شنو اقصد بابلاستيك انو يصر عندك تدمر لبون مارو ويصر عندك قلة في الصفاءة الدموية قلة تمام قلة في البليتلت وقلة في الوايت بلاستيك انيمية طيب شنو الايضا البون مارو كيف يتأثر بعد حالة ثانية تأثر توكسينز سموم عفية صح ممكن صح كانسر حالات اللوكيمية اللي تأديلك الى بلاستيك انيمية صح عفية عليكم كيمو ثرابي دراكس مية بالمئة تستنجدون صح كل كلامكم صح ما عليه غبار رادييشن عفية عليكم ما رأطينا يعني ضمن التوكسينز راح اعتبره لانو هاذ المسألة ما تصور راح اخلصها لوش قد مو راح اكتباني بشكل عام دراكس اللي هي كيمو ثرابي تمام ادوية ثانية طبعا ادوية شهيرة كثيرة ايضا نتأدي لك الى ثرومبوسايتوبينيا منو يعرف دوائي ادي لك الى ثرومبوسايتوبينيا مشهور جدا البرودكشن يعني اول ما بدينا قلت لكم انو قلت الصباح اول شي نفكر قل في الانتاج هاي خلي اكتبلكم يا حتى تذكروا انتاج قل في الانتاج ومنين تنتج من البون مارو تنتج من البون مارو فقلنا يا اما يصير عندك انسيفيشينت يعني غير كافي او يصير عندك تمام بون مارو ديفيشينسي فقل في البون مارو ديفيشينسي يعني قل في البون مارو يا اما تكون بسبب بلاستيك يا اما يكون بسبب توكسن قلنا بلاستك انامية انه هي قلة هو موت للبون مارو يؤدي لك الى انيمية حالات الكانسر اللي هي الكيميات وغيرها هو بعض الادوية دراكس كتبتوا انتو ليفوماياسين صح اللي هو كلورام فينيكول اضافة الى ادوية ثانية مشهورة ممكن تأدي لهذه الحالة مثل الدايجوكسين مثل الهيبارين واضح اشهر الادوية يؤدي لك الى هذه عفي عليك يا زيد الكونين مجموعة الكونين اللي هي من ضمن الانتي مالاريا دراك طبعا مجموعة كبيرة من الادوية فيعني اللي يحب يكتبها يدور شوف الادوية تأدي لك الى ثرومبوسايتوبينيا ادوية كثيرة جدا صح الاسبرين مجموعة الاسبرين ايضا تأدي لك الى هذا 100% فاتصور يعني قائمة طويلة مراح اكتبها توكسنز سموم كثيرة واحد اشهر التوكسنز هو الذهب واحد يتسمى طبعا انت هسه مو يجيك واحد للعيادة او يجيكộtا مستشفى عنده ثرومبوسايتوبينيا اول شي تفكر انه هو متسم بالذهب يعني لازم يكون ماكل ذهب ويعني اذا هو اموره خير اذا شفت انسان ما شاء الله يلابز ذهب واموره تمام فافكر بس يعني مو اول شي تفكر انه هو ماكل الذهب صائر عنده ثرومبوسايتوبينيا في طالب يعني اذكر قتله ذهب قال خلاص اعني اندي قرا Option اكيد ماكل ذهب قتله يعني انت اتقل لا يعني مرازن بالماكل ذهب فالمهب طبعاً يكو ناس يأكلون ذهب بالحقيقة يعني صراحةً يأكلوها ويأكلوها مع زي الأكلات الغالية هاته يستخدموا على كل وذ ميت بعد بالله الله أعلم تمام عفية ممكن صح عفية عليك الأرسينيك أيضاً اللي هو الزرنيخ ممكن يأدي لك إلى هذه الحالة ويعني بعد أفكار كثيرة انفكشنز خاصة بعض الفيروسات اللي تصيب البون مارو انفكشن انفكشنز اللي تصيب البون مارو هنالذي أقصد طبعاً تأدي لك إلى هذه الحالة فهذه بالنسبة للبون مارو فهذه بجنرال ما اكتبت سبب معين طيب نجي على الحالة اللي يعني صفها اللي هي انسيفشنط يعني غير كافي موجود لكن غير كافي انسيفشنط ايرثروبويسيز هذه أهم حالة موجودة بيها اللي هي حالة نكتبها هنا الميغا ميغالو بلاستيك انيميا في هذه الحالة حسن هواي ناس رح يستغربون يقولوا الميغالو بلاستيك انيميا يصير بيها قلة بالصفاءة الدموية نعم بالميغالو بلاستيك انيميا يصير قلة بالصفاءة الدموية يا احمد اصبر عليها سبسي الصح بس مو هنا هنا مكانه مو قلة بالبرودكشن لا تخربطون طبعا الرينا الفيليار ويرثرو هذي اصبروا عليها واضح صح كلامكم مية بالمية رينا الفيليار صح رينا الفيليار ممكن نعتبره أيضا من ضمن هذه الحالات خلي اكتب هنا خلص ما دام قدتوه أيضا الرينا الفيليار أيضا بسبب قلة الاريثروبويتين فيقصر عندها قلة بالبرودكشن مية بالمية بس الاريثروبويتين يأثر على الريدبلوت سيلز ما يأثر أكثر على البليتليد فأيضا ما نقدر نعتبره هو صح مية بالمية هنا تمام طيب خلي نرجع الميغالو بلاستيك انيميا الميغالو بلاستيك انيميا ليش يصير عندك بسبب نقص البي اثنعاش او نقصل بتسعة الفوليت رح يصير عندك خلل في تكوين الدي انا وبالتالي رح تتأثر عندك كل الخط رح تتأثر عندك الوايت بلوت سيلز رح تتأثر عندك الريد بلوت سيلز وبالنتيجة البليتليد ونتيجيك من خلايا الميغا كاريو بلاست فالميغالو بلاستيك فراح اننا يسرع طبعا ما رح تكون منتهية لكن عددها يكون قال فهذه أيضا نفكرها في البداية بالبرودكشن طيب شنو الحالة الثانية هسه غير البرودكشن شنو تفكر تفكر شنو بغير البرودكشن تفكر شديد يصير هسه عندك هسه مو مشكلة بالبرودكشن لعدة جديد يصير لإيش دايقل عندك البليتليد مهذا ينتسة كلها بالبرودكشن يا زيد خلص فتهمنا يميلو فيبروسيز كل نفس الشي بليتنج ما هو بليتنج ديصير اه انتسة صح ايش اسم الحالة هذي ديستركشن فالفاكرة الاولى تقلب الانتاج هسه تدمر لبليتليد تتدمر تستهلك البليتليد فهسه نجي على الحالة الثانية اللي هي ديستركشن تمام ديستركشن الحالة الثانية اللي هي ديستركشن خلينا اخذ لون ثاني حتى تميزوها الديستركشن ديستركشن ديستركشن راضح اللي هي اقصب بيها التدمر تدمر واستهلاك طيب الديستركشن هذا يصير لهواية عوامل انتبهوا علي تقسيما اللي اقسم لكم اياه هذي شوية تسهل عليك الامور يا اما هذا ديستركشن يكون بسبب مناعي فنسميها اميون ثرومبوسايتوبينيا او يكون نون اميون او نوت اميون عند اسبال راح نجيه هسا اكتبه فاذكروا التدمر هذا يا اما يكون تدمر بسبب جهاز المناعي بده يدمر حالة اوتو اميون اللي هي اميونولوجيكال يعني نعتبرها اللي هو اميون ثرومبوسايتوبينيا اللي قبل كانوا يسموها يعني بعض المناجع اللي حد الان تستخدمه مصطلح الجيوباثك ثرومبوسايتوبينيا اللي هو الجيوباثك يعني مجهول السبب عملينا نعرفنا هو اغلبه اميونولوجيكال فما يعتبر مجهول السبب فالمهم مصطلح بعده مستخدم اللي هي يعني هي فيما يكون بسبب مناعي مناعة الجسم هي اللي ده تدمرها او غير مناعي مثل يا حالات حالات الاستهلاك بالجسم ديصير عندك حالات ثرومبوس بالجسم تخثر بالجسم حالات مثل تعفن الدم السبسز تأدي لك إلها ليش سوف أهمكم دي آي سي غير هسا راح نكتبها فراح نقسم هذي التقسيمة انتبهوا على هذي التقسيمة مهمة يا شباب خلي نقسمها يالله نيجي قلنا تدمر يا امه قلنا ايش وايش يا امه يا امه نلون هذين فيا اما يكون او يكون يا اما يكون اميون او نوت ااسف انا خلنا نكتب هنا نوت اميونولوجيكل عفية صحية غسيل الكلية ممكن تمام مية بالمية غسيل المرضى الكلية ايضا ممكن احس مية بالمية يا اما تكون غير مناعي يا اما تكون الحالة غير مناعية يعني ما لها علاقة بالاميون سيستم الجهاز مناعي ما داي هاجم ويدمر مثل شنو عدنا هاي الحالات سجلوها عدكم نحطها ببوكس حتى تذكروها مثل لا اهنان يا احمد اسأل اي هذي مناعي انا دا قل غير مناعي نوت اميون خلأ اكتبلكم يا انت تدنسون غير مناعي مناعي غير مناعي مثل شنو مثل حالة دي اي سي دي سامن اي انتر فاسكولور كواغوليشن لما يصبح عندك تخثرات بالدم منتشرة وتستهلك كافة عوامل التخثر والبليتلت وهذه الحالة تصبح بيها ايضا دي اي سي واتج بسبب السبسز وغيرها تمام يا اما بسبب عندك ثرومبوس دي يصير بالجسم يعني بسبب معين دي يصير عندك ثرومبوس بالجسم اللي هي ثرومبوتك اسمها ثرومبوس سايتوبينيك بوربورا طبعا هنا نسيت هنا اذكر ملاحظة راحت من بالي وشوي راح نتوقف الهل مهمة منو يقول لي اهم عرض لنقص البليتلت منو يقول لي اهم عرض لنقص البليتلت شنو اهم عرض يعني سموه خلي نقول يعني إذا تشوف انت عراض معينة على المريض تعرف من خلال نقص البليتلت طيب جراح ما بيسكر صح بس يعني عندك ممكن نقص التخثر ايضا شنو العرض اللي يميز نقص البليتلت ها منو يعرف لا 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 بليدين اندر صح انت شرحت لي اكموس لطخة كبيرة يعني تقدر عدة اسباب تبه بروز التخثر بعد آها عافية حسن بتيكيا بتيكيا هيمورج نزيف نقطي هاي نقطة أولى بتيكيا أو بوربوريك هيمورج فهذي أول نقطة خلي هنا رح اكتب سايد نوت يعني هنا نكتب هنا مثلا نتخلي إشارة تمام سايد نوت ونكتب اللي فيكون النزيف يأما بتيكيا أو بوربوريك يعني يكون نزيف نقطي أو شوية أكبر زائدا هذا النزيف يكون أكثر سوبرفيشيال يعني تلقى تحت الجلد وغيرا تبهوا وإذا جاك هذا النزيف مع إبيستاكسيز اللي هو نزيف الأنف إبيستاكسيز فأنت نسبة أن هذا المريض عنده مشكلة طبعا إبيستاكسيز هو الرعاف يسموه بالعربي أتصور الرعاف تمام اللي هو نزيف الأنف إذا شفت نزيف أنف زائدا نزيف أنف عند أسباب ثانية لكن مع بيتيكيال أو بربوريك هيمورج يعني زي لطخات صغيرة تحت الجلد مع نزيف من الأنف فتأكد بنسبة كبيرة أنه هذا المنظ عنده نقص بالصفائح الدموية واضح الفكرة صح كتب نيز البليد قام البليد عفية 100% من نقدر نعتبر من ضمنه نقص التخثر أو عوامل التخثر أكثر يروح ديب بالجسم تلقى بالجونت انتير اللي يصير سوبر فيه يعني مو قاعدة بس يعني كنموذج يقولك سوبر فيش اللي أكثر على السطحية و ديب بليد أكثر لعوامل التخثر فإذا أنت لقيت واحد عنده مشاكل بالنزيف بالمفاصل تمام هيمورث رايتس وغيرها فذاك الوقت تفكر مشكل أكثر بعوامل التخثر لكن بتيك يلهمور جمع بيستاكس وغيرها فذلك أيضا تفيدك بهذه الحالة تمام فهذي يعني كأعراض ممكن أيضا طبعا هذي دم هذي عادي ممكن يعتبر للكل يعني ما تقدر تاخذ أنت دم في البراز خاص فقط في البلايتل الدسوردر يصير بس مو إلا شرط أن يكون بالبلايتل الدسوردر عندما شوية عرض أقرب إلى البلايتل الدسوردر وبليس إلا طبعا تشوفون بتيك يلا هيمون رج بوربورا على كل ولذلك اسمها ثرومبوسايتوبينك بوربورا هاي البوربورا معناها لطخة ما عرف صراحة بالعالم شو معنا كلمة بوربورا بس يعني مثل لطخة يعني صير يعني مثل راش أو طفح بشكل لطخة معين طيب ف دي آي سي ثرومبوتك ثرومبوسايتوبينك بوربورا بعد وين وصلنا عدنا مرض اسم اتش يو اس اللي هو شنو هيموليتك يوريميك سندروم وهذا أكثر عند الأطفال تمام هيموليتك يوريميك سندروم اللي صير بسبب الإصابة بكترية معينة إيكولاي وهاي الإيكولاي راح تأدي لك إلى السم راح تفرزه هذا السم راح يأدي لك إلى مشاكل كثيرة وحد من عد ها بلايت لت إضافة إلى الفاسكولايتس اتهاب الأوعية وأيضا يعني أنتوا الآن كتبتوها طبعا قصة من عندكم كتب البلازموفوري الشي سموها الغسيل الكلة وغيرها طبعا أكيد مئة بالمئة أي وصلة أنت راح تخليها بتجسم وتخلي الدم يدور بيها ممكن تأدي لك إلى هذه الحالة أكو أيضا جهاز اسمه إكمو إكسترا كاربوريال أوكسيجينيشن هذا أيضا لو استخدمنا ممكن يصر عندك بسبب أجهزة طبية يعني تذكروها يصر عندك نون إمينولوجيكال ثرومبوسايتوبيينية طيب طيب خلي نكمل إن شاء الله إذا أكو سئة ثانية أو تبدون على مرأة ثانية إن شاء الله في محاضرات قادمة حتى غطي الموضوع يا محمد وأكمل إن شاء الله يعني الموضوع صراحة نبعد به شوية حتى ما أخذ من وقت الشباب فإن شاء الله يعني إن عنده أسئلة يقدر يسألني بشكل مباشر أو إن شاء الله إذا صادت لقاءة ثانية قتبوا لي اقتراحات حتى أقدر شوية أشرح لكم منيها تمام على كل طيب قلت لكم أنا قبل شوية كتب أيضا شخص دم في باس هذه أعراض كلها تظهر مع أي نقص بتواعب لبليتلت أو أنا كنت قاصد إنه أكثر دلالة فقط لبليتلت مو معناه إنه ما تظهر أعراض ثانية تمام فيعني الواحد الأعراض مو كافية لازم نسوي معاها لاب حتى نعرف المهم فإن سكتبنا نون إمينولوجيكل المناعية اللي هذه طبعا قبل كانت تسمى بإديو باثك إديو باثك ربما الآن بعض المصادر أو بعض الأطباء يعني اللي خلي نقول اللي هم يحبون المصادر الأقدم يستخدمون هذا المصطلح إديو باثك ثرومبوسايتوبيني إديو باثك ثرومبوسايتوبيني واضح إديو باثك ثرومبوسايتوبيني فالمهم فهذه كانت هي إمينولوجيكل مناعية هذه إمينولوجيكل يأما تكون بسبب دواء طبعا أنت راح تقول أنت دكتور هسا كتبت لنا دراكس صح هذه الأدوية تدمر بشكل مباشر عن البون مارو في بعض الأدوية تسوي إميون رياكشن وتأدي لك إلى تدمر منه يعرف دواء يسوي لك إميون رياكشن وبالتالي يأدي لك إلى تدمر دواء مشهور جدا ها اكتبوا لي يا الله عفي عليك يا باصل 100% الهيبارين 100% عفي عليك آه محمد صح محمد صح علي صح عليكم عفي عليك 100% الهيبارين عفي عليكم حلو 100% جوابكم صح تأخذون علي درجة كاملة ما حكد رمطيكم درجة كاملة أنتوا على البث يعني المهم القصد يعني يعني عفي عليكم خلاص هيبارين 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 ولذلك أكو شغلة اسمها هيبارين انديوست ثرومبوسايتوبيني تمام طيب خلي شوي نسأل سواء الأصعب يا نوع هيبارين يسوي ثرومبوسايتوبيني أكثر شوي رحت آن أصعب حسنا اللوميلوكولور صاحب هيبارين هو هيبارين صافي ما يسوي انتيجين استيميليشن وهي الهيبتون وقصة ثانية وبالتالي يسوي لك يمون رياكشن الان الان الفراك شنيتد هيبارين اللي يكون وزنة اكبر الآن غير مقطع الفراكشنيتد هيبارين ولذلك الفراكشنيتد هيبارين سعره شويه ارخص بس بالمقابل يسوي لك ممكن يسوي لك حساسية شديدة ويسوي لك يعني الارجيك رياكشن وايضا يسوي لك ثرومبوسايتو بينيا ولا مصايب ثانية الآن ما كوئلها وقت استأتقرها فهذا بالنسبة للأدوية طيب حالة الثانية حالة الثانية الاممينولوجيكال اللي صير بيسببها قلة في الصفائح الدموية اسمها اصبروا علي اصبروا علي الو الو اميون طبعا ماذا أكتب مباشرة الاشياء اللي تعرفوها لانا حتى ركزوكم على شغلات ما تعرفوها تاخذوها كمعلومات جديدة تفيتكم احمل او يعني كلاب طب Яlu efficiently هذه تصير في حالة صبعا أسمها Unatal Purpura الام تنطي للطفل الانتيبوديز ضد البليتليت الانتيبوديز 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 منه اله اي في راح يخلي له نجمة وهذا يسئلون عليها دائما يقول لك اله اي في صر وياه شنو تختار اوتو اميون او اميون او جيوباتيك ثرومبوسايتوبينيك بوربورا الصيرة مع مريض اله اي في وبعض الفيروسات الثانية طبعا ما راح يقدر كلها اكتبها وحالات كثيرة من اله اميون وبالاخص على رأسها مرض السيستيميك لوبوس فهذا بالنسبة للاميون فهذه حالات الديستركشن اللي تصير انتبه بعد ما خلصت اخاف واحد عبالة خلصنا بعد ما خلصنا كتبنا البروديكشن قلب البروديكشن كتبنا ديستركشن قلة او يعني تدمر طيب شنو بقى ايضا بعد من ضمن هذا الجدول انضيف بقى عندنا الحالات الاضافية اللي اسمها تمام اسمها ال اضافية او حالات اضافية او حالة يسموها بعض المراجع يحطوها بلفظ الحالات اللي اضافية هذي غير هذولا سيكويسترايشن ما معظم كلمة سيكويسترايشن بالعرب شنا معناها مثل معصور او محصور او مجموع تمام سيكويسترايشن بتصور واضح ويني تم تدمير البليتليت بياعضوا من جسمك يلا ويني تم تدمير البليتليت عافية لا صاح 100% هايبرسيبلينزم طيب هذي حالة من الحالات ايضا تصير عندك زيادة في تدمر البليتلت فطبعا نتصور واضح هذه الحالة نشيل السبلين في هذه الحالة اذا صارت بشكل مستمر مدى يفيد واضافة لذلك طبعا السبلين نشيل في حالات ثانية ايضا لما تصير تدمر بالدستركشن حتى نخلص من الحالة لان هو بالنهاية رح يدمرها السبلين والحالة الاخيرة اللي تصير بيها اللي هي وهذه الطلاب ما يعرفوها اللي هي ماسيف ترانسفيوجين يعني لما تنقل الدم بكمية كبيرة سؤالي لكم ليش لما نسمي ماسيف ترانسفيوجين ننطي ننطي باكت بوليوم ننطي بلوت سيلز ننطي بلازما ننطي آي في فلود ليش يصير عندنا ثرومبوسايتوبينيا منو يعرف يلا ريد اشوفكم ها فكروا ليش بالماسيف ترانسفيوجين نصير عندنا ثرومبوسايتوبينيا قل بصفايحات الدموية مو هي برسنستيفتي هاي الشي ساموها الريد براتسيرس تردمر ممكن لا 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 ولا تراكم ها هسا ممكن واحد يصير عنده غلط ترانسفيوجين صير عنده دي آي سي عادي يعني فهم بس قصدي لا عادي دم صحيح انت منطي بس مدة طويلة انطيته دم صحيح ما بي أي خلل دم مية بالمية مضبوط انطيته للمريض بلازما مضبوطة ماكو أي رياكشن صار هام راح يصير عنده ثرومبوسايتوبينيا اذا كانت مدة طويلة وماسيف ليش فكروا فيزيائيا يلا ها فكر 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 عمر الصفاحة هسا احنا خبار راح نطيل اياها على أربع خمسة ايام ها مش داعي شو راح يصير انت الان دعا ترسم لكم تفهموها يلا انا قلت لكم واني جايب شاي هسا انا هذا الشاي اللي جايبه تمام ها افيا وينك يا فادي صح مية بالمية افيا عليك صح مية بالمية فادي جايبها صح انت الان عندك كوب هسا صح افيا عليكم مية بالمية انت الان عندك كوب كنت حاط فيه ملعقتين سكر ملعقتين سكر وحاط بيه يعني شوية مية فهسا نسبة السكر الى الماء مثلا ونصف خلي نقول نصف القدح سكر لما جيت انا ما غيرت نسبة السكر انتبه نفس نسبة السكر فقط ضفت ماء فقط ضفت ماء نفس نسبة السكر ضفت ماء هل الان السكر الى الماء نصف طبعا خطأ صارت النسبة قلبي كثير يمكن واحد من اربعة او واحد من ثمانية وبالتالي صار التوسع بالمحلول وبالتالي نسبيا صارت عدد جزيات السكر اقل من نسبة الماء الموجودة مذاب ومذيب تعرفون القصة هذه فهذا اللي راح يصير في حالة الماس في ترانز فيوجين انه بالنهاية انت راح تنطي كمية كبيرة تعوض بلايتلت تنطيل ماء وبالتالي الدم ما صار مخفف فنسبيا صارت البلايتلت اقل من المعدد وهذي لازم تنتبهولها خاصة اذا انت يعني بتدعوه في اقسام جراحة وغيرها تمام فهذي ايضا نفهم المسألة فيعني هذي خلنا نمسحها الآن تصور ايضا صارت واضحة وخلوها عادي ما يكون مشكلة تمام فهذه هي الاسباب اللي تأدي لك الى نقص البلايتلت بشكل عام تأدي لك الى نقص البلايتلت بشكل عام طبعا بقى هسا الامراض كل واحدة على حالها يعني بقى عندنا البلايتلت وغيرها فما اتصور صراحة ان اليوم راح نقدر نغطيها ما لدي اضيف ايضا معلومات اكثر عليكم وخاف التعبون اكثر يعني الامراض بقى الامراض كل واحدة على حدة بس بشكل عام هذه الامراض يعني نطيت لكم نظرة اولية على الموضوع بشكل كامل فاذا تحبلون تطورون امراض ان شاء الله اذا صارت لقاءات ثانية حاول نغطي الامراض كل واحدة على حدة لها خصائص ثانية لها افكار ثانية فاتمنى لكم يوم طيب ويوم سعيد ألقاكم على خير يلا شوفكم على خير مع السلامة